أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من أعضاء الكبانة السياسية الأدنى يؤيد وقف الحرب وإطلق صراح كل الأسرى الفلسطينيين وذكرت وفاة الفلسطينية أن زوارق الاحتلال أطلقت النار سوى منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ ردوان وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطع كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة بشأن الوضع في قطاع غزة والتي حبرت فيها من أن حالات الوفاء بسبب الأمراض في القطاع قد تفوق نظيرتها جراء العضوان الإسرائيلية هناك وأعلنت المنظمة الدولية أن سكان غزة يعانون من النقص الحاد في الماء والغداء وأن حالات الإسرائيل ارتفعت منذ بداية العضوان في أوائل الشهر الماضي بمقدار 45 ضعفا مقارنة بمعدلاتها منذ ما يقرب من عام من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية أن معاناة سكان غزة تجاوزت الحرمان من الماء والغداء والتشريد حيث أن العديد من سكان القطاع يعانون من مشاكل نفسية جراء الهلع الذي يتعرضون له منذ بداية العضوان من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جينين بالضفة الغربية كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم جينين شمال الضفة بالتزامن مع محاصرتها مداخل مستشفيين خليل سليمان وابن سينة تصايد كبير تشهده الدفة الغربية مع استمرار تدمير البنية التحتية وحملات الدهم والاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في محيط مدينة جينين التي أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة ومع تواصل الاعتداءات دلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط إطلاق النار كما داهمت القوات عدة أحياء وقصفت مصيرات إسرائيلية مخيم جينين شمال الضفة مما أصفر عن إصابة عدة فلسطينيين المستشفيات لم تسلم كمثيلتها في قطاع غزة حيث أغلق الاحتلال مداخل مستشفيين خليل سليمان وابن سينة بالمخيم ومنع عربات الإسعاف من المغادرة لعدة ساعات ووسط تحليق طائرات الاستطلاق أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وداهمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في مدينة أريحة برفقة جرفة عسكرية ومنذ السابع من أكتوبر استشد أكثر من 230 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة وأصيب نحو 3000 بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية حذر رئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجمعية للمدنيين فاعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب في جنوب القطاع يجب أن يكون محدد الهدف بالحد الأقصى وأن يتجنب ضرب ملاجئ الأمم المتحدة والمستشفيات بعد عمليات ضغط وتحذيرات مستمرة من عمليات تهجير ونزوح قسري بقطاع غزة أفاد مسؤولون أمريكيون كبار بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب على جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعية للمدنيين كما كان الحال حين تم قصف شمال القطاع ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حذرت دول إقليمية ودولية من عمليات النزوح والتهجير المستمرة وخلق بيئة غير قابلة للحياة بقطاع غزة وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية وعلى دول الإقليم مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية شدد على أنه من المهم جدا أن تتم الحملة العسكرية الإسرائيلية حين تنتقل إلى جنوب بشكل لا يتسبب قدر الإمكان في عمليات نزوح جديدة مضيفا أن الرئيس الأمريكي ومساعديه شددوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الإسرائيلية التي أبدت تقبلا لهذه التحذيرات وعلى الرغم من استشهاد أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6 ألاف طفل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى ألاف المصابين أعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم الإسرائيلية يجب أن يكون محدد الهدف بالحد الأقصى وأن يتجنب ضرب ملاجئ الأمم المتحدة والمستشفيات ومواقع إنتاج الكهرباء وإمدادات المياه يعقد مجلس الأمن جلسة أحاط على المستوى الوزري حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة ويترأس وزير الخارجية الصينية وانجياء الجلسة فيما يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فانسلند تقديم الإحاطة إلى ذلك بعث المنضوب الفلسطينية رياض منصور رسالة إلى مجلس الأمن الأثنين الماضي قال فيها أنه يجب وقف الإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني مضيفا أن الهدنة المؤقتة ليست كافية وأن وقف إطلاق النار الكامل والمستدام أمر حطمي يجب متابعته بإلحاحا مطلق لإنقاذ أرواح المدنيين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين على أن وقت التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين إما أن يتم حاليا أو لن يتم للأبد أضافت فوندرلاين أن الإسرائيليين والفلسطينيين لديهم فرصة العمر لتوصل إلى حل سياسي في صراعهم المستمير منذ عقود وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنها تحدثت مع كل أطراف الصراع والدول المعنية الأخرى مضيفة أن هناك تفكيرا مشتركا حول كيفية حدوث ذلك وأكدت أن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تحكم الضفة الغربية وقطع غزة